أنهى أطفال مدينة العمارية وما جاورها من مدن عطلتهم الرابعية بامتياز وذلك بحضور حفل نشطه محبوب البراءة عم يزيد وهو الحفل الذي شد إليه حشودا من الظهور الآدمية التي اكتظى بها المكان وذاق العمارية وولاية المدينة محطة أخرى من محطات عم يزيد شو هذه الحفلات لأبينا إلا أن تكون ترفيهية ولكن برسالة تربوية مجمع الشروق الإعلامي مع ميزيد شركة رمي وشركة شيبس مهبول حبوا يزوروا أطفال جزائر اللي حابين كلهم يجوا الحصة مع ميزيد حابين نحن نروح لهم باش نفرحوهم اللي كانت جابت بلدية مجبر ومستشفى قصر البخاري البارحة كانت في مدينة السواقي واليوم في بلدية العمارية تزامنا مع العرض الترفيهي اللي رح يقدموا عن ميزيد الأولياء بدورهم لم يجدوا بدا من الأنصيع لأبنائهم الذين اصطحبوهم لهذا الحفل وتنقل البعض منهم لمسافات طوال تلبية لرغبة فلذات أكبادهم وعن الحفل وفرحة أبنائهم قالوا تاني من الفرصة هذه في النهار هذا جبنا أولادنا وجبنا جيرانا كامل معنا استنينا هذه الفرصة فرق صبر وحبيت نقول باللي عمو يزيد عنده معجبين ذريري صغار كامل يتبعوه نشكره قناة شروق وعمو يزيد على الحفل هذا والأهمية اللي مدوها البلدية 3200 شهيد بلدية العمارية ونشكره ثاني شاب يزيد نعم وحنا نعفره شاب يزيد كان يغني وبعد وليه الأطفال حاجة مليحة وسبليزي جعلها جات العطلة في الشتاء وجه هو راح يختمها باش يدخلوا النهار لحد إن شاء الله يقرأ ونشكركم الحضور معتبر للبراءة إن دل على شيء فإنما يدل على مدى تأثير الكلمة الطيبة والفن التربوي الهادف في نفوس الأجيال الصاعدة فهنيئا لأبنائنا بالعم يزيد وهنيئا له بجمهوره الجديد العريض